ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في إشارة إلى أن القرار لم ينصفها ونشرت المعنية بالأمر تدوينة أخرى كتبت فيها واحد مع وحدة في الدار الصوت صورة وفي الأخير كفالة متابعة في حالة صراح وخرجهم وأضافت خيانة زوجية خيل لو كانت القصة معكوسة امرأة مزوجة وفي مكان عام ماشيت في الدار والشرب ودخاخن شنو كان غيقع فيه نظركم وختمت تدوينتها قائلة بلغ السيل الزبا من جانبه عبر المنتج البحرين محمد الترك زوج الفنان المغربية دنيا باطمة عن ارتياحه لقرارة القضاء وإنصافه بعد اتهامه بالخيانة من طرف زوجته وهي التهمة التي اتضح للنيابة العامة بمراكش عدم توبوتها وفق تصريح محاميه فيما أكدت دنيا باطمة أنه متابع في حالة صراحة بتهم التحريد والصريقة ومن جهة تانية فقد وتقت كاميرات منابر إعلامية أول صورة للعشيق المفترضة والتي رصدت الكاميرات أثناء مغادرة المحكمة بمدينة مراكش ترجمة نانسي قنقر